مدينة الكرام الرحيم بالدكتور وسيل بزي بعد الفاصل أهلا بكم بعد يومين على 13 تشرين الأول 1990 كانت المخابرات السورية تحقق مع ضابط كبير وشجاع في الجيش اللبناني نقل إلى المز سأله المحقق لماذا كنت تقصف الجيش السوري فأجابه أنتم كنتم في لبنان ولسنا نحن من احتل سوريا أنا كنت أدافع عن أرضي وعن بلدي انتهى الكلام 13 تشرين هكذا برأي الكثيرين تختصر 13 تشرين الأول 1990 وما سبقها وما يمكن أن يكون تلاها أهلا بكم في حوار اليوم وأهلا بالدكتور وسيل بزي أهلا وسأله فيك نحن اليوم 13 تشرين ذكرى مؤلمة للبعض وذكرى سعيدة للبعض الآخر اللي انبسط فيها لكن بالنهاية ذكرى كرامي وشرف ومجد للذين استشهدوا في سبيل هذه الأرض والذين يستشهدون اليوم أيضا في سبيل لبنان وفي سبيل العيش المشترك وفي سبيل الكرامة وفي سبيل رد الخطرين التكفيري والإسرائيل كلهم يستشهد لقضية مقدسة وقضية عادلة أنا للأمانة سيد جورج أنه بعد أكتر من 26 سنة أو يزيد على هذه الحادثة أنا برأيي أنه هؤلاء الشهداء الذين سقطوا صحيح أنه أنا كنت ولازلت في موقع سياسي قد يختلف مع ما جرى لكن ما في شك أنه هضي شهداء للوطن شهداء للجيش وإن اختلفنا على اللحظة السياسية التي كنا نعيشها في ذاك الزمن لكن الآن ومن بعيد هذا يسمح لنا بكل جرأة أن نقول أنها لحظة مؤلمة للجميع على قاعدة تبناها الرئيس بشار الأسد وقال أن العماد ميشيل عون خاصمنا بشرف وصالحنا بشرف لكن هذا لا ينفي أن الروح التي قاتل فيها الجيش بقيادة العماد عون في تلك الفترة كانت تستبطن فكرة الدفاع عن الوطن وأن الجيش السوري أيضا بالمعرك اللي قاض كان يستبطن أن لديه شرعية من جزء كبير من اللبنانيين ومن الحكومة اللبنانية برأيي ما في مصلحة بإعادة النقاش حول ما جرى لكن هذا يؤكد أن شهداء أبرار قد سقطوا وأنها ذكرى مؤلمة للجميع هل ستكون الذكرى في 2016 بعد 26 سنة هل سيكون أوان القطاف هل ستكون قطف ثمار هذا خليني أقول هذه الحركة وهذا النضال لكل الناس بس يكون حزب الله دعم ليما دعون يعني يكون حزب الله أيضا شريك في جني هذا الحصاد صحيح أيضا شريك أساسي أكيد وبرأيي أنا أستاذ جورج نحن على أبواب موقف يوم الأحد اللي بده يصدر عن العماد عون وعن الطيار الوطني الحر ونحن بخضم الكلام الحاسم وغير الملتبس اللي صدر عن سماحة السيد حسن نصر الله ليل أول أمس واللي أعاد تأكيد عليه يوم أمس اللي برأيي أنا وبرأيي كل المخلصين وأصحاب الأمانة الصادقة كان واضح بوضع خريطة الطريق الطبيعية التي تؤدي إلى النهاية السعيدة لعلى الأقل أنوية كم نتمنيها وكل مخلص لبناني أنا بلش من قاعدة راسخة أساس جورج أنه أنا مواطن لبناني مؤمن أن وصول الجنرال ميشيل عون لسدة الرئاسة يمثل القاعدة الوحيدة التي يمكن أن تنجح لبنانة الاستحقاق إذا كان كل الاستحقاقات اللي عشناها على فكرة أكتر شعب بيتغنى بالدستور وأكتر سياسيين بيتغنوا بالدستور بالعالم هن اللبنانيين وأقل طبقة سياسية وأقل أقل شعب يحترم هذا الدستور هن اللبنانيين لذلك نحن الدستور بنستعمله مغاية أستاذ جورج بنزغيرها أو بنطولها لخدمة المنطق والمقاربة السياسية التي نريد أن نقدمها وعلى مر تاريخنا منذ الاستقلال حتى الآن كان هذا الدستور مطي لمقارب سياسية أكتر ما هو كتاب مقدس يلزم من يفترض أن يلتزم به وبالمناسبة أنا وعن بحكي معك اليوم نحن في جاليات لبنانية بكل العالم ومنا الجالي اللبناني بدربون عم بتابعونا اللي بنوجه لهم تحييهم نحييهم بكل محبة وأيضا الجالي اللبناني بأستراليا وبكندا وبكل أنحاء العالم هذا الأمر بفرجي قدش في لهفي عند اللبناني إلى لحظة حقيقية تتوج فيها أماني اللبنانيين أنا إيماني بأهلية العماد عون الوحيد للبنانة الاستحقاق واختراق الجدار السميك إقليميا ودوليا ومحليا الذي يعرقل هذه الفرصة يقتضي توفر أولا حسن النية الإرادة السياسية تقديم التنازلات وحسن تقدير اللحظة التي يمكن أن نصل فيها إلى تحقيق هذه المعجزة وأنا بدي سميها معجزة لأنني مدرك لحجم الصعوبات القائمة التي لازالت تفصل بين ما نتمنى وبين إمكانية تحقق الخيار جاوبني بكل صراحة مثل ما معود عليك ومثل ما الناس الطيبين بيسمعونا دايما البعض قرأ في كلام سمحت السيد موقف إيجابي البعض قرأ في موقف ما بقول سلبي سمحت ولا مرة حكي بالسلبي موقف بيحمل إشارات حمال أو شو بصراحة وسيم بازي دكتور بازي كيف قرأ كلام سمحت السيد هل هو إشارة غير مشجعة ومريحة للعماد عون أم كلام مطمئن وواثق خصوصاً أنه سمحت السيد هو سيد الصدق وهيدي بس أرجع كرر نحن أهل الصدق والالتزام والوفاء بالموقف أنه خلص ما بقى حداً أنا أنا برأيي تعبوه خلينا نرسم إحداثياته لهذا المشكل أرار بالصمت منذ ثلاثة أسابيع كان قد اتخذه حزب الله وكشفوا سمحت السيد علنا أنه نحن أررنا منعك اتنين الاستقطاب الحاد الذي كان ينتظر ما سيصدر عن سمحت السيد من موقف ثلاثة مجموعة الكمائن المحذرة للتعاطي مع هذا الموقف الذي سيصدر ووضعه بما يخدم المعرقدين بغض النظر عن الموقف وهو قاله أيضاً أربعة لا يمكن أن نأخذ أو أن نجتزئ ما قصدوا سمحته دون أن نضع أربع عنوين أساسية وردت في الكلمة أول شي نحن أهل الصدق والوفاء اتنين فلنذهب إلى تفاهمات تحصن الخيار وهلأ بنفسر هذا الأمر ثلاثة الحديث عن حكومة وحدة وطنية وهو مصطلح سياسي جديد يدخل إلى ساحة التداول أربعة أكد أنه إذا كنا مختلفين بكل العالم وبكل الإقليم فلنطفق على الأقل في لبنان وأنا برأيي هذا المعنى الحقيقي التطبيقي لما يسمى لبنان أولاً لبنان أولاً أنك أنت تختلف بالخارج وتجي تخفف من اختلافك بالداخل لاحظ استاذ جورج هو هاجم الموقف السعودي في اليمن هاجموا بسوريا هاجموا بالعراق لكنه لم يتطرق إلى الموقف السعودي في لبنان مصطلح إضافي مرة أشغالي قال هلأ بدو يطلع حداً ويرد علي أنا بقول له له لا حداً يروح عند السعودي أصحابه ويقول له نوقفوا إجرامه هيدا مش رأت لا هيدا يوقفوا بيش بلبنان يوقفوا على صعيد الإقليم وهيدا الحدا لم يعمل بالنصيحة وسارعة عظيم بنفس الليلة للرد بما يخدم رضى السعوديين عنه بكل أسف وكمان قال سمحتوا أنه أنا عم بيقولوا أنه ما يعني مثل تمني ما تحكي بهذا الموضوع السعودي في لبنان كي لا تتأثر فرص وصول العماد عم بالرئاسي شو بتكون نيني أعمل حكي بس حكي بشكل خليني أقوم شما نرجع نفسي أنت برأيك بس حكي هذا الطلب هذا الطلب أنا برأيي فيه تسطيح وتبسيط للوقائع الحقيقية المحيطة فيك أنا عبوش وأل سمحتك طبعا لأنه كان الإعلام جاهز ليستفيد وليستثمر على مقاربة التصعيد ضد السعودي بعد فيه أمر السيد جورج مهم جدا إنما أنه لما وصف ما سميه بالمسار السياسي الجديد وصف المبادر إذا هذا الأمر بأنه خيار شجاع أنا بطلب منك أنك تجيب لي تفسير الشجاعة بالدين الإسلامي وماذا يترتب على أن تصف الخيار لشخص بادر بالشجاع هذا الدليل أنك بتحضن الخيار بتسهله وبتساعده على أن يصل إلى نتائجه بس محلي بهاتي ما جيب بسيرته بالإسم طبعا وأنا أنا رئيس الحريري ولا سميه فلان طبعا فلان فلان لأنه بتحس عذرني على التعبير عذرني عذرني وقعبولا بمحبة وربنا بيشهد علي ما عندي شك منون أي على الطريقة اللبنانية بتحسه مش طايقه لا أنا بالعكس تحسه مش طايقه بالسياسي خليني فسره ما سميه سمى الوزير الفرنجي وسمى العماد عون الرئيس الحريري ما سميه فلان خليني فسره تفضل لا أنا حبيت حلوة كثير إنك ثرته لأنه هذي جوهري بالإضاءة حتى بخطابه ب13 أب بنت جبال قال أننا أنه العماد عون يكون رئيس للجمهورية الرئيس بري رئيس لميس النواب ونحن منفتحون إيجابا على رئاسة الحكومة لأنه هو شو عم بيقول من خلال عدم التسمين أنه الثمن السياسي لا أبو بركيج إنه هذا المشنوع لا مش بس هيك نحن تقدير أنا برأي أنا أنه هو عم يترك ربط النزاع السياسي حول شخص الرئيس الحريري خاضع لقواعد تفاوض لم تحصل حتى الآن ليش أنا بدي أدم أثمان مجانية للحظة لم تينع ولم يحن قطافها بعد علما أنه أيضا بدي ضيف أنا نقطة هون كدليل على التسهيل قال أنه رئيس الطيار الوطني الحر تحدث أننا نحن لم نذهب إلى صفقات بل ذهبنا إلى تفهمهم مدعون صحيح صحيح فهذا شو بدل سيد جوريش بدل أن قاعدة التفاهم يجب أن تحكم تنضيج ما بقي من وقائع لكن في أمر مهم جدا سيد جوريش بعد ما صار واللي هو بده يكون القس الذي سيبنى عليه كل المشروع هو أن يبادر الرئيس الحريري بشكل رسمي لإشهار خياره بتأييد العماد عون كما فعل حينما أشهر خياره العلني بتأييد النائب سليمان الفرنجي وهذا أضعف الإيمان اتنين وأنا برأيي هون الأهم يجب ألا نستسني مسألة التوتر الهائل الذي يحدث على مستوى الإقليم واللي لبنان بالأخير يتأثر بقوة بالوقائع المحيطة فيه ويتلقف تداعياته ومضاعفاته لذلك إذا نجحنا فعليا ولمرة وحيدة حتى 1970 سيد جوريش لما إجا المرحوم الراحل سليمان الفرنجي بالصوت الواحد حينما قرر كمال جنبلاط بعد لقاء مع السفير الروسي في ذاك الوقت في أربعة من كتلة النظال الوطني غيروا موقفهم لذلك مش صحيح أن الخيار في ذلك الوقت كان لبنانيا مزبوط فحتى هون نرجع نوصف الحقائق كما يشير لذلك نحن كلنا انتظار الآن وشغف للحظة يقرر فيها الرئيس الحريري أن يعلن موقفه لحتى تقدر ساعتها تزغر الهوامش أمام القوى السياسية المعنية وأن يبنى فعليا على الشيء مقتضى نعم دكتور بازي إضافة للي عم تتفضل فيه وهو صحيح لكن سمحت السيد قال شغلتين لافتتين قال أنه قبل ما يعنون الرئيس الحريري ترشيح رسميا كله بلا طعمه وقال حتى من بعد ما في شي حتى من بعد الترشيح هذا ما بيأكد اللي بده يصير بالمرحلة اللي لاحقة ماذا يمنع أنه إذا العماد عون عم بيتفاهم ما فيه تفاهمات مع الحريري ماذا يمنع إقامة تفاهمات مع الرئيس بري ومع الوزير الفرنجي وكأنه عم بيقول لا يكفي لوحده التفاهم إعلان الترشيح ما هيك لكن بدنا تفاهم اليوم أحمد فتفت شو بيقول النائب أحمد فتفت بيقول أنه وجه رسالتان سمحت السيد للعماد عون الرسالة الأولى أنه روح تفاهم مع فرنجي وبري وهذا بيدل أنه المشكلة داخل 8 أدار ما بقى 14 أدار والشغلة التانية تفعيل العمل الحكومي والعمل النيابي وهذا يعني وضع الاستحقاق الرئاسي جانبا وتقديم الأولوي بحلوم أنا عم بيلك أولا تفضل شو رح لي خلينا نفوت من المدخل الطبيعي هل النائب أحمد فتفت بتموضعه داخل كتلة المستقبل هو من الفريق المرحب للسير بالعماد عون أم هو الرقم اثنين بمنظومة المعادين داخل الكتلة لخيار العماد عون مي الأول دخل الأول الرئيس سنيورا بالطبيعي عم نحط التسلسل المنهجين نحن فإذا هون بتعليق النائب أحمد فتفت حط اللي بين مزدوجين كاد المريب أن يقول خذوني هي واحد بالمدخل اثنين سيد جورج لما عم يدعي سماحة السيد بخطابه لتفعيل العمل الحكومي والتشريع النيابي شؤال مفردي هون بمعزل عن مسألة انتخاب الرئيس التي قد تكون قريبة أنا أوجه هذه الدعوة لكن دائما الاقتطاع الانتقائي من السياقات الكبيرة لخدمة الحج السياسية وهذه صارت وسيلة معروفة بأدبيات هذا الفريق السياسي الأمر الثاني التيار الوطن الحر وصل إلى إعلان نواية مع القوات اللبنانية ونحن من منبرك الذي نفتخر به أيدنا البعد المسيحي لهذا الإنجاز لكن ما بدنا ننسى أن هذا التفاهم جرى بين فريقين فيهم في بيناتهم مسافة طويلة من النزاع ومن الذاكرة التي لا نريد أن نفتحها أو أن ننكأها الأمر الثاني الرئيس الحريري اللي هلأ نحن كطيار وطني حر هني بطور التفاهم معه لما التقى بالعماد عون عشية عودته من فرنسا كان بده يعطيه نائبين بالبرلمان حتى يقبل يتفاهم هو ياب السياسي والآن الحمد لله حصل تفاهم شو هو غير الطبيعي والمستحيل بمنطق النائب أحمد فتفت أن يسعى العماد عون للتفاهم إيجابا مع شخصيتين وازنيتين معنيتين باللعب السياسي بالبلد لهن الرئيس بري والنائب فرنجي علما السيد جورج أنه من الطبيعي ما دالت الأمور لم تصل إلى لحظة الدخول في الواقع الصعب لإنضاج هذه التفاهمات من الطبيعي أن الرئيس بري والوزير الفرنجي يتخصنوا باستفاف يدافعون فيه عن أوراق القوة التي يملكنا وبهذا السياق برأيي أنا إجد زيارة الوزير الفرنجي إلى عين التيني ولقاءه بالرئيس بري تسمح لي ننتقل للصراع الحكومي مع الزميلة ميلفين خوري تتوي فينا بأجواء الجلسة العادية لمجلس الوزراء ميلفين يعطيك العافية الله يعافيك جورج هل تغير شيء في المشهد باستثناء نزول وزير التيار الوطني تكتر التغيير والإصلاح الوزير ليس بوصعب ووزير التشناك أرتوير نزريان ما الذي تغير أو يمكن أن يصفر عن هذا المشهد اليوم بالمجلس الوزراء ميلفين فضلك جورج يعني كما ذكرت لم يتغير شيء الوزير اليس بوصعب حضر إلى هذه الجلسة ومعه أيضا الوزير أرتوير نزريان فيما يعني الوزير جبران باسيل غائب عن هذه الجلسة لأن الأمور ما زالت على حالها والمعطيات التي كانت في الجلسة الماضية لا زالت هي عينها جورج 146 بند على جدوى الأعمال هذه الجلسة اليوم منها 53 بند مؤجل من الجلسة الماضية أبرز ما في البنود اليوم هو البند 44 طلب وزارة الاتصالات الموفقة على دفتر شروط المناقصة العالمية لإدارة شبكتين الهاتف الخليوي وهون يعني يتوقع أن يكون هناك سجيل ولسيما هذا السجيل يتوقع أن يكون بين الوزير بوتروس حرب والوزير لياس بوصعب فيما يعني يعني السجلات السابقة هي يمكن أكبر دليل على أنه التوقع ممكن يكون حقيقة اليوم وبالتالي ممكن أنه هذا البند يتأجل أيضا هناك البند 74 طلب وزارة الداخلية والبلدية تعيين محافظ لجبل لبنان والاسم المطروح هو القاضي محمود مكية هذا البند كانت ترح الأسبوع الماضي من خارج جدوى الأعمال هذا الأسبوع هو ضمن جدول الأعمال لكن هناك يعني اعتراض على الكيدية في هذا الموضوع وعلى الكيل بمكيالين بحسب ما قال الوزير ميشيل فرعون لأنه ملف التعيينات عم يكون بمكيالين بعض التعيينات تمر وما بنعرف كيف والبعض الآخر يتوقف كمان من دون معرفة الأسباب بحسب الوزير ميشيل فرعون فيما وزير التربية اليسبو صعب أكد أنه التعيينات إذا حصلت يجب أن تجري على نطاق أوسع لتشمل كل المراكز الشاغرة ومن بينها على سبيل المثال منصب نائب رئيس مجلس الإنماء والأعمار جورج أيضا على جدول الأعمال بند رقم 82 بتعلق بمشروع مرسوم يرمي إلى سحب بيان العلم والخبر للجمعية المسمى حركة حماة الديار والبند 39 متعلق بعرض وزارة الداخلية والبلدية موضوع تلف الأراضي المزروعة بنكتة الحشيشة بنطاء بعلبك الهرمل أما البند 54 وهو عرض وزارة المالية موضوع ضرورة انتقال لبنان إلى المرحلة الثانية من التقييم الذي يقوم به المنتدى الدولي حول الشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية تابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD والموافقة على أربع مشاريع قوانين تتعلق بأربع أجزاء بهذا البند هذا البند إذا أقر اليوم في جلسة مجلس الوزراء سيحتم إجراء جلسة تشريعية وفتح أبواب مجلس النواب جورج ختيما الملفات السياسية أيضا لم تغب عن تصريح اليوم الوزراء وخصوصا الملف الرئيسي فالوزير مثلا وأبو فعور قال ممازحا أنه الصمت لاسلكي والأنترنت ولا مرة انطفت فيما بو صعب وردا على السؤال حول مقاله الوزير علي حسن خليل عن الاتفاقات السونئية قال بو صعب فإذن نحن متفقين مع حركة أمل بالموقف ونحن نريد الشراكة الكاملة والقبول بالآخر أما الوزير محمد المشنو اعتبر أنه الكلام الموجه ضد السعودية لا يشجع على المرونة بل يؤدي إلى جمود في الاستحاء الرئاسي ويجب أن يكون هناك نقي عن المشاكل العربية وختيما الوزير أكرم الشهيب قال أنه المنطقة تشتعل والعنف السياسي في لبنان عالي ويجب تبريد الأجواء كي يبقى البلد واقفا على رجليه هيدا أبرز المواقف الجلسة يتوقع أن تطول بحسب بعض الوزراء لأنه الجدول الأعمال حاف 146 بند نحن ننتظر ما سيرشح عن هذه الجلسة إن من سجلات وإن من مقارارات شكرا لألك زميلي ميرفين خوري من السراء الحكومي في جلسة مجلس وزراء العادية والذي يشارك فيها الطيار ولا يشارك الوزير جبران بسيل عم بيقول أنه ما تغير شي بس الوزير ليسبو صعب عم بيقول عم بيشدد على عم بيشدد على الشراك كان ليفت موقف اليوم للوزير ميشيل فرعون قال أنه في كيل بميكيالين ومعايير مزدوجة في اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء مش عم نعرف كيف عم تتخذ يعني عم بيسبق معلش عم نحكيها بمطل ما عم نقرأها عم بي صار عم بيسبق الطيار بهذا الموقف أنه في ميكيالين والشباب عم بيقدموا رسائل حسنية رسائل حسنية أنا برأيي أنه في ثلاثة أو أربع رسائل حسنية قدمون العماد عون والطيار الوطني الحر وتكتل التغيير والإصلاح بعد لقاء العماد عون بالرئيس الحريري أول شي نصف مشاركة في ميجس الوزراء وأنا برأيي الزكة بخطوة مشاركة الوزير الياسب وصعب أنه لا يلزم الطيار الوطني الحر بقدر ما يلزم تكتل التغيير والإصلاح وهيدي بالمعنى المبدئي فيها حفظ لهوامش مناورة عبر عنا الوزير بسير وما تغير شي أمشانك أنا مع مشارك ها واحد اثنين ما تنسى طبيعة التعيينات اللي عم تتمرر بتخدم كل القوى السياسية اللي عم تجبي إلا المسيحيين ومش بالصدفة يمكن عم يجي جدول الأعمال بأولوياته كمان هايدي رسالة حسنية الأمر الثالث أنه تفعيل المؤسسات ومنها الحكومة لدعا له سماحت السيد هيا عم بتم والوزير نزله قبل والوزير فتفة عم يجبي ثمن سياسي من الموضوع وثمن غير سياسي لما بيتعين المحافظ وغير المحافظ أربعة والأهم أنه العماد عون عمل إطلالة سياسية متلفزة أرسل فيها الكثير من الرسائل التي كانت تريد أن تمسح مساحة الشيطان المتعمدة لشخصية العماد عون ومواقفه السياسية اللي كان أحد أهم أبطال الوزير أحمد فتفة لأنتي طرحت السؤال عنه لذلك غريب أنه هود الناس صاروا حاسين حالا أنه هني مضطرين يكونوا بموضع شق الصفوف وليس بموضع الوصل وبناء الجسور هل بهذه الروح نذهب إلى لبنة الاستحقاق الرئاسي أم نوشوش عن مبادرة للاستثمار على التداعيات وليس للوصول بهذه المبادرة إلى مآلاتها المرجوي والسعيدي دكتور بازي هل صحيح أنه سمحت السيد بكلامه أو حوى كأنه التفاهم مع بري أولى من التفاهم مع الحريري بتوافع على التفسير هذا؟ أبدا بالعكس أنا برأي أنه سمحت السيد والعماد عون يدرك جيدا هذه الحقيقة في توازنات سياسية وائعية بالعلاقة كما هو الطيار الوطني الحر حليف على المستوى الوطني والمسيحي نبيه بري محفظ الألقاب حليف على المستوى الشيعي والوطني لذلك مسألة التفاهم مع الحريري كون الحريري هو رئيس الحكومي الموعود وكون وصوله إلى رئاسة الحكومي تم التفاهم عليه مسبقا لكن سمحت السيد عم بيقول نحن أيضا معنيين بالتفاهم على رئاسة الحكومي ومعنيين بالشراكة السياسية لقوة دفع التي ستؤدي بالحريري لكي يكون رئيسا للحكومي وهي حقيقة لذلك من المنطقي جدا ألا يسميه بالخطاب ولبل أنه لم يعطيه الحق بأن يكسب من وراء التسمي وهذه إدارة زكية لللعب والحفاظ على قواعد تفاوض ماريني إذا سميه بيلزم بركي صار فيه حتى التزام نوع من التزام أدبي وسميناه هو يمكن بجلسة بجلسات الحوار الثنائي وصلنا لمرحلة التسمي لكن لأنه السيد لا أنا عم بحكي عن السيد لأنه السيد بالذات ولأنه لكلامه مفاعيل ملزمة هو هذا الأمر تركه وترك له مساحة بالعودة بس لمسألة خطاب العمادعون والتفاهمات برأي الجولة اللي عم يعملوها نواب التكتل على القوى السياسية هي من روح التفاهمات برأي أن الحوار يجب أن يكون القاعد الأساسي لإنضاج الخيار الرئاسي في الأسابيع القادمة وأنا معلوماتي أن العمادعون سيقوم بجولة هو مباشرة على الرؤساء بري والحريري والوزير جونبلات في سياق تتويج هذه الحركة ومن الطبيعي ساعتها أنه الاعتبارات والنوايا بدأت تتوضح أكثر ويمكن أن نبحث بالسياسة عن المرتكزات الحقيقية التي تسمح لنا فعليا بأنه لبنن الخيار السؤال الأساسي المهم جدا السيد جوري الرئيس الحريري يبادر أم يناور هون في فصل كبير أنا برأيي ما زال هو لم يشهر علنا خيار التبني هو فيه واقعا عن بناور هو مقيم ما بده يكرر تجربة سمين فرنجية المرة لزعلة السعودية وهو اصطدم بحاقة مسدود عظيم والمؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين هذا الكلام قاله رئيس الحريري قال عطوني وقت ما بده يكرر تجربة نتائج تسمح لي رد هون أنا الظروف الموضوعية لتجربة الوزير الفرنجية هل هي نفس الظروف الموضوعية لتجربة العماد عون لذلك أنا بقول لك أكتر من هيك هو يعمل جو للرئيس الحريري على الرئيس بر على الوزير جونبلات على الرئيس مياتي على الرئيس الجميل وقال كلام بجوجلة هذه الخلاصة يختلف عما قاله للعماد عون هو الآن يقيم في منطقة رمادية بين الأبيض والأسود هل سيقرر الذهاب نحو اللون الأبيض أم سيعود نحو المنطقة السوداء ليستسمر على تداعيات ما جرى وهل تنسيء مع الدكتور جعجع قائم تحت الطاولة لتتويج سياء طويل من الأهداف غير المعلنة وصل فيه الآن الرئيس الحريري إلى هذا الخيار أنا لا أتمنى ذلك سمير جعجع هلا أنه عم بيشتغل عكس ما يعلن يدمر عكس ما يعلن أنا اتفاجأت بمسارعته على زيارة بكركي وحرصه على أنه يكون على المنبر ليأخذ موقفا توتيريا من مسألة السلة علما أنه لحظة علما أنه أي سياسي متابع يعرف إذا كان تعبير السلة مستفز أنا بدي أسألك سؤال إليك كسياسي وكإعلامي اتفاق الدوحة منه سلة السيد جورج الوصول برئيس جمهورية مخالف للدستور الدوحة شاريو مش سلة أول شي التعديل الدستور الوصول برئيس جمهورية مخالف للدستور التفاهمات اللي صارت اللي ضربت عرض الحائط بالدستور كذا عنوان بيثبتوا أنه ما جرى جعجع رفض الدوحة تحفز عليها تنسكر لا تنكون تنكون أمينين تنكون أمينين بس أنا برأيي مسألة التفاهمات السياسية اللي صارت عبير السلة فيها مستفز المعني فيها بشكل رئيسي لأنه البترك رفض وطلع جعجع وغيره تحت مظلة الكركة على أي قاعدة سيد جورج على قاعدة أنها تمص صلاحيات رئيس جمهورية وإذا غير صحيح سأوضح الرئيس برد هي تفاهمات لها علاقة بالحكومة وبمرحلة الحكم القادمة أنا برأيي هذه التفاهمات هي كاسحة ألغام أمام الرئيس الجديد وبتأمل له مساحة أمان لا يتعاطى مع الوقائع بقدر منه رح نكمل بموضوع التفاهمات بعد البريك دكتور وسيم بازي الباحث والكاتب السياسي أهلا بكم أهلا بكم مجددا في حوار اليوم مع الدكتور وسيم بازي أهلا وسألا فيك دكتور كنا نحكي عن التفاهمات يلي هي صيغة ملطفة مهزبة ريئة السلي ما هي يعني إذا المصطلق بازي خليني أسألك سؤال دكتور بازي كم جلسة صار في حوار بين بين لا بين حزب الله و المستقبل برعاية رئيس بري بعين التيني كتار يعني صاروا فوق 30 ما هي ليش هاي دي اللقاءات التفاهمات السنائية برعاية المايسترو ما هي الكبير رئيس بري مسموحة وليش السلمان فرنجي الوزير فرنجي واتا عمل تفاهمات مع الرئيس الحريري ومع الرئيس بري رئيس بري ما حتسلي يوم متى وقتا كان فيه اتفاعة فرنجية ليش كانوا التفاهمات مرفوضين مقبولين وهلأ العماد عم واتا قاعد مع الرئيس الحريري بعد طول انتظار وبعد غيبة وانقطاع صار عم بينحكى انه لنرفض التفاهمات السنائية سيدة منك قاعد مع حزب الله انت المستقبل وحزب الله قاعدين مع بعضهم عم بيعملوا تفاهمات سنائية وحركة امل ممثلة بدولة الرئيس بري ورئيس مجلس النواب والقوة الشيعية يلي بيمثلها رئيس بري عم تعمل تفاهمات مع المستقبل قدت الى التمديد للمجلس النيابي وقدت الى اسقاط الانتخابات النيابية ليش كلهم سووا هيدولي مسموحين لقلهم ومرفضين للعماد عون ويطهم العماد عون انه عم بيعمل صفقات وبعرف شو هيدول اسمح لي يلا تفضل انا عملت هيد المدخل حتى اسمع رأيي انا برأيي هذا الحكي هو جزء من قواعد السجال السياسي والتمطرس خلف المواقف اكتر ما هو تعبير عن مضمون بمعنى انه كل العالم بتعرف انه لا يمكن ان نذهب الى خيار بمعزل عن الخارج دون ان يخصن بقواعد سياسية متينة صحيح العماد عون من حقه الطبيعي كرئيس منتخب ان يتصرف ضمن قواعد الدستور لكن ايضا الطبيعة السياسية لازمة البلد وحجم الازمة الذي يتجاوز الاعتبار الرئاسي لا يسمح ان نذهب الى الخيار بمعزل عن تفاهمات سياسية لذلك منطقي جدا انه يحكي المستقبل والتيار الوطني الحر حول مرحلة العهد الجديد والعناوين المطروحة مثل ما هو منطقي بالمقابل انه يحكي التيار الوطني الحر مع الرئيس بري ومع كل الاخرين بهذه القواعد السياسية التي يجب ان يعمل بها وإلا انا بدي اسأل سؤال بريء استاذ جورج هل الاتفاق على الرئيس الحريري كرئيس وزارة لا يتم بشكل مشروط ربطا بموافقته عن العماد عون لما هو عم يطلب سلف ضماني لا يكون رئيس حكومي رغم انه هو صحيح بمثل اكثرية بس هيدا مش عم يستبق فيه الوقائع الدستورية بالمعنى النظري للكلمة لذلك لا انا مع التفاهمات السياسية انا مع الحوار بين الاطراف ومع البحث عن قواسم مشتركة تؤمن للعهد الجديد اكبر قوة دفع ممكنة لكي نتجاوز الخطر المحدق والمحيط بالبلد واللي بخلي المنطقة بيقاتون من النار وانه لبنان حتى الان محافظ على حد ادنى من الاستقرار جريدة النهار بتطلع من اليومين او بثلاثة يام بمشاة عريضة من اعمدة ما هو السر الذي يعرفه الرئيس بري عن الدكتور سمير جعجة وما كاتبهي الجواب على السؤال بالعنوان اثارة اعلامية لا واضح تماما السر هو انه انا اكتر واحد بعرف انك انت ما بدك العماد ميشيل عون هيده من وجهة نظر الرئيس بري وقال العماد هيده مش سر قال الرئيس بري وقته قال اسألوه لسمير جعجة عن موقف الحقيقي وشو قال عن انتخاب العماد ابدا عددك بتذكر وهيده اللي دفعت برئيس القوات لبنانية اللي تتوجهه الى بكركي ونفي هذا الكلام على ممبر بكركي انا هون ايلي ملاحظة محبة استاذ جوري انه منذ لحظة اعلان النواية حتى الان لم يتطور في الخطاب السياسي للقوات رغم انه اللقمي صارت عباب التم وانه المسألة تحتاج الى نوع من الاجماع الوطني او الحد الادنى من الاجماع الوطني ما بتحس انه في لهفة وتطور بالخطاب السياسي يسعى الى تسهيل هذا الامر بالعلاقة مع الاخر لبل الاساس هو السعي الفعلي لمحاولة الاطاحة بعشرة ايام ما فشلوا بالاطاحة به بعشر سنوات وهون الخطر والفرق بين المبادرة والمناورة هل الغاية الحقيقية لهذا الهمس السياسي حتى الان بالسير بالعماد عون هدف النيل من قاعدة التحالف العريض بين الطيار الوطني الحر وحزب الله بالمعنى السياسي خاصة انه البعض بجربي يفسر طائفيا هذا الامر وبيعتبروا انه حلف بين الشيعة وبين المسيحيين وان المملكة العربية السعودية ضاقت ذرعا في هذه السنوات الطويلة بموقع استراتيجي لمسيحي لبنان لا تستطيع ان تتحمله ولن تقلو جهدا في سبيل كسره أو تحطينه شو قاعدة عم يعمل القائم بالعمال هلأ ساعة بحط استاذ جون عباية حبيب قلبنا استاذ الكبير المحترم لكن بمعزل هادي حط حكيم العرب حكيم وزراء خارجية العرب وهدول الشغلات بيرجع بيسحبه بيرجع بحط وطني دايما على حق السمين فرنجية قاعدة العمال عم بيتصلى على تويتر يعني عم بينبش الأرشيف أنه موظف أرشيف ولا قائم بالأعمال بس سؤال بمحبة هاي دي بيجي بيقلك سحبوها ووقفوها كذا لا هلا مرتين يحطوها بيني أنه مستهدفي ومتعمدي وفي تشويش على انتخاب العمال هون طبعا اتنين لاش فل السفر العسيري من البلد شو الأسباب الحقيقية لفلت وأنا معلوماتي أنه صحب واستدعي استدعاء بعد سلسلة من الهفوات السياسية الخطيرة بنظر وزارة الخارجية وقيات المملكة والأخطر ما ظهرت ويكيليكس أنا هيو عم تقول مراسلتكن لقاله الوزير محمد المشنوق عن الموقف من السعودية ولا شيء أنا بيدعي أنه يجيب ويكيليكس السعودية مثل ما طلعت ويقرى الوثائق كيف ينظر السفير السعودي للطبقة السياسية اللبنانية وكيف يستخدم المال بإدارة العلاقة إلى درجة في بعض الزعماء الكبار شعروا بإهانة وتحقير ولم يرضوا لرد شرفهم بإقل لقاء مع الملك السعودي حتى قدروا يتناسوا مش يتجاوزوا هذه الواقع الخطيرة لأساءة لكراماتهم لذلك قاعدة التدخل بشؤون الدول هي القاعدة الحقيقية المعمول بها سعوديا أما هذا الكلام المنمط اللي بينحكى على المنابر إنه احترام خصوصيات الدول مبارح استاذ جورج صاير مجزرة كبيرة بدولة عربية مشخصة بالصورة قدام العالم كله ثلاث غارات على صالة عزاء الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي المرجع الأساسي للقيم اللي بيتحلوا فيها هؤلاء الناس وبيدعوا تبنية هي أول من أعلن إنها هي في طور مراجعة علاقتها وتغطيطها لعمل التحالف العربي بسلعا بيهددوا بأصف الحوسية هلأ حتى ضربوا ضربوا وضربوا ماشي أي الأمور أنا اللي بدي أقوله أستاذ جورج أنه أكبر نكتي عم تنقال بالإعلام اليوم صور المجزرة بصنعاء هاي صور المجزرة بصالة العزاء لهي مجزرة تثبت أنه المعنى الإنساني الأخلاء القيمي لهكذا حضارة هكذا يعبر عن نفسه بهذا القتل البشع ليجرب ينهي الحرب بضربة واحدة أنا بدي أذكرهم بالغارة اللي عملتها العدو السهيوني على صلاح شحادي بغزة واللي قتلت 16 مدني معه لأجل قتله يبدو أن هناك من مرر للقيادة أو مثل قانا أو مثل مجزرة قانا بس أنا فيه بس بلاحظة بعد سيد جورج بالسياسة وتثير السخرية أنه عم ينقال أنه خطاب السيد حسن نصر الله بالأمث وهجومه على السعودية هو الذي سيسمع الرئيس الحريري الموجود الآن بالرياض رفضا سعوديا للسير بالعماد ميشيل عونت هذه بتطلع نكتي كبيرة ما بتصور أنه حوال كلامه كلام السيد فصل تماما بين لبنان وبالسعودية أو بين لبنان ومشاكل المنطقة على وجهه بكل محاور الأزمة بالمنطقة وتجنب العنوان اللبناني وقال لإبنه وربيبه بالبلد أنه خطه تقشجاعة في أكتر من هاج تسهيل وإيجابية لإيصال الخيار إلى خواتيمه بتكفي هاي دي دكتور بازي بتكفي هاي يعني بتكفي قلو الحريري بدون ما يسميه أنه يقلو أنت خطه شجاعة أنا برأي هلا الحريري شو بدو يعمل هلا الحريري الحريري فيه ياخد قرار بدون السعودية هيدا السؤال الأساسي يا سيدي فيه يقول للعماد عون أنا معك بيعناك في رئاسة الجمهورية بدون ما يكون فيه موافقة سعودية حكيني بصراحة نحن شو كنا عم نحكي من أول حلقة عم نقول لبنانة الخيار ملك يا سيدة على رأس وعيني يا دكتور بازي على رأس وعيني السعودية بدأ أو ما بدأ شو بدأ باللبناني كاتب فرنسي القائم بالعمال هلا حط سيب وطني دائما على حق الله يرحموا الرئيس الراحل رئيس الجمهورية سلامين الفرنجية ساعة بيتذكر جو عن بيت ساعة بيتذكر سلامين الفرنجية بكرة بيحط شيء عن فارس بويز ما بعرف بكرة بيحط كل الناس إلا ميشيل عون بس ما بيحط مثلا ميشيل عون أصغر من أن يقسم وأكبر من أن يبلع مثلا ما بيحط هادي القائم بالعمال بدي رد على سؤالك بمعلومة أنا معلومة كاتب فرنسي اسمه ريشارلا بيفير إله أكتر من مؤلف لبناني بآخر زيارة للوزير الضريف إلى باريس التقى فيه جانبا بلقاء خاص شو بيقوله الوزير الضريف بيقوله أنا فوجئت فوجئت أنه الفرنسيين أبدا مش متبنيين لخيار العماد عون رغم أنه يمثل التمثيل المسيحي الأوسع والأكبر وأنه هو الأكثر أهلية لهذا الخيار وأنه اللي عم بيقولوه بالعلن غير اللي بلغون إياه بالغرف المغلقة هذا شو بيثبت بيثبت أنه كل ما يجري حتى الآن هو محاولة التفاف على الوقائع أنا برأيي سمحت السيد يتدرج بالمواقف طبعا لتطور الأحداث وحينما يخرج علينا الرئيس الحريري بقراره أنا هون بدي أسأل سؤال جوهري ومهم بالاستنتاج الرئيس الحريري من سنتانه خمسة شهر لهلا إستاذ جورج صار متبني كذا خيار رئاسي بالتدريج أول شي رشح الدكتور سمير جعجع ما بعرف إذا رشح الرئيس الجميل بمرحلة تالية همسا ثم رشح الوزير سليمان فرنجي وصولا إلى ترشيح العماد السؤال السؤال الأساسي وصول الرئيس الحريري إلى هذه اللحظة الإيجابية اللي نحن معه هل أتى نتيجة قناعة وحرص وطني أم دفع إلى هذا الخيار دفعا نتيجة سلسلة مركبة من العوامل والظروف لذلك هو لم يأتي مطرفا بالخيار بل ظروفه الخاصة السياسية والمالية والسعودية والشعبية هي اللي فرضت عليه أن يبحث عن آخر حبل نجاة متبقي له وهذا الحبل بنظره هو إسمو رئاسة الحكومة اللبنانية لذلك هل هو يندفع إلى ذلك بإرادة السعوديين أو بعدم إرادتهم يمكن السعود إعطاءه ظوء أصفر أستاذ جوري وقال له أنا لن أتدخل في خيارك والسعود مراهن إذا نجح الرئيس الحريري بخياره ووصل العماد عون بغطيله الخيار وإذا لم يصل ما بيشاركوا بدفع الثمن السياسي للخيار وبذلك يبقى محافظا على المنطقين المتضادين داخل طيار المستقبل والطائف السني المنطق اللي عم بيقوده الوزير الريفي والمتبنيين للخطاب المتطرف والمنطق الاعتدالي الذي يفترض أنه بمثله الرئيس الحريري هل ستتكرر مع العماد عون تجربة الوزير الفرنجي أنا برأي الظروف والعناصر السياسية الموجودة الآن بخيار العماد عون قد تكون أكثر إيجابية وإمكانية للتحقق لكن الوضع الإقليمي والدولي أكثر تعقيدا من لحظة خيار الوزير الفرنجي وهيدا قالوا الروس علما الروس أبلغوا للرئيس الحريري أنه نحن نؤيد خيارك اللبناني بس استغربوا تصعيدوا ضد حزب الله من على منصة وزارة الخارجية الروسية وبهذا التوقيت بالذات لذلك أنا برأي لا الظروف أكثر ملاءمة لأنه الحريري يفترض أنه جدي بالخيار ولما برسم الخيار بصور فينا نقرش بشكل أوضح وأعمق اللي أنت تفضلت فيه بالسؤال بس هو عم بيكون شاطر بشغل الرئيس الحريري أنه عم يثبت للعالم وللداخل بهاللحظة اللي هو هالأد مأزوم فيها أنه حركتي أنا هي لي بتحدد السياقات السياسية اللي عم لأن يلحقوا به إذا هلأد احتطوا الطموحه بتكون كارثة على لبنان وعلى اللبنانيين أما أن يكون جديا ومقتنعا ومرسملا على هذا الخيار هذا بمثل فرصة للبنان صديقنا الأستاذ شوق عشقوتي الصحافي زميننا بيقول بيختصر الوضع بثلاثة أربعة معادلات كتير قراب لبعضهم اليوم الأستاذ شوق عشقوتي بيقول كلام السيد أرسم عادلات واضحة هي أنه الوضع في اليمن بات يزحم الوضع في السعودية الموقف من السعودية الموقف في اليمن يزحم الوضع في سوريا العداء للسعودية بات يزحم العداء لإسرائيل عن جمهور حزب الله وجمهور مقاومة والشغلة التالتي الحكومة والحوار والتشريع والتهدئة والاستقرار يزحم الرئاسة رئاسة الجمهورية في لبنان الأولوية للاستقرار وإعادة تفعيل عام المؤسسات بدلا من الرئاسي والسعودية صارت أسوأ من إسرائيل برأي الحزب الله واليمن أهم من سوريا برأي حزب الله فتصر لي إذا بتسمع بتوافع على هذا الكلام أنا مع احترامي للإستشوئي واضح أنه طريقة المقاربة تفصطبت النواية غير سليمي بالمقارنات لإلك ليش خليني بلش من الجزء الثاني من الثلاثة اللي هو إسرائيل السعودي لجرب حاكم النواية بالمقاربة لا عم بقري الزلام يعفو أنا ما أصدر قري بارح بخطاب السيد بليلة العشر من محرم يعني أوت مبارح ومبارح في ذكرى عشوراء كان مبارح كل الكلام على السعودية الموت لقال سعود الموت يعني ما في شيء عن إسرائيل ما في حدا بيزيد حزب الله فيه هنو شحطه الإسرائيلي لكن مبارح أوت مبارح كله سوا الموت لقال سعود هو هيك أصدر أستاذ جورج أنا لما أنت بتقرأ مسألة وبتقدم له قراءة ما أنا بدي أخذ بعنا الاعتبار خلفيتك أنت بالمقاربة لحتى أقدر إفهم نعم أولا مبارح السيد بالعاشر لا حكى عن إسرائيل نحن ويعين له وصاحين له نرصد تطور الوقائع عنده عوامل قوة وعوامل ضعفة وجهوزيتنا دائمة للنيل مننا والتصدي لإله أما طبيعي صحيح السعودي استقطبت الخطاب لأنه في مجزرة مرتكبة ببلد اسم اليمن يسمح لنا الاستشوئي زلمي عم بيحكي بهدوك لا هوم 140 إنسان اللي ساتوا ما بيحكي سلبا شو أحودي بالعكس بيستاهلوا قصدي أن يأخذ السعودي حقه عقابا له على هذا الفعل الإجرامي ليه عم بتقوله سلبيا عم بيحكي السعودية وإسرائيل صارت المثبات على السعودية هو بدون يلاحظ بدون يلاحظ الاستشوئي أنه فعليا التقارب الآن بين السعودية وإسرائيل ضد إدارة أوباما لم يصل إلى لحظة كما وصل إليها الآن هي أول شيء تاني شيء تقاطع المصالح بين السعوديين والإسرائيليين يتبدك اليوم دوري جولد وأنور عشقي تسيفي ليفني عموس يدلن مؤتمر ميونيخ للآمن فتح الموقع الرسمي ليدعوت أحرنوت أمام السعوديين والآتي أعظم السعودية فيمكن السيد حسن ركز على السعودية أكثر لأنه صاروا السعودية وإسرائيل واحد ما يقصوا عشو عم بيقول لك ما حطهم بيسلي واحدة هيدا مخرج هيدا السلي سلة سعودية وإسرائيل بيسلي واحدة خلاص هيدا مخرج جيد طلعنا من السلي التاني السيد جوري أنه اليمن أكتر من سوريا نعم اللحظة الاستراتيجية اليمنية خلاص سوريا منطمنهم السيد جوري انحسمت للسيد الروسي بمعادلات استراتيجية نزل فيها الاس 300 V4 نزل فيها الاس 400 الآن روسيا أفرجت عن صفقة بانتسير سبق ووقعت عام 2007 وإجا أجزاء مننا عام 2013 وسيستكمل الباقي المظلة الروسية على الأرض السورية للرئيس الأسد والدولة السورية كاملة المفاعل والمعاني حلب الآن خلال شهر ونص على ثلاث قواعد التعامل في طريقها لأن تعود إلى حضن دولتها وحضن شعبها الجزء الشرقي عم بحكي لهو تلت حلب لأنه في تلتين هن الجزء الغربي لذلك لحظة اليمن الآن تخضع لمعادلات استراتيجية جديدة عم نشوف الصواريخ الباليستية عم بتفوت 350 كيلومتر باتجاه الطائف المعارك على الحدود كل يوم يسقط فيها قتلى سعوديون والأهم أنه هذا الشعب الفقير المضحي من حضارته من سقافته عم بيقاتل باللحم الحي يفرض على واحد من أغنى الدول بالعالم تستخدم هذا الإجرام قواعد استراتيجية حاكمة وجديدة نعم اليمن الآن لحظة أوج ولحظة توجه أما بالجزء الثالث استاذ جورج لإلو علاقة بتفعيل عمل الحكومة نفس الرد اللي رديته عن نائب أحمد فتفت لأنه واضح أنه المنطقين هني زيتهم مش صحيح أنه السيد أعطى الأولوية السيد بلش بأهمية الأمن وأهمية الوضع الاقتصادي والمالي وعارف الوضع المحيط فينا بالمنطقة قدش هو معقد من موقع المسؤول والأخلاق والتضحيات اللي عم بيقدمها لأجل البلد حين تصل الأمور إلى الداخل اللبناني يبحث عن المساحات المشتركة مع الآخر ضروري جدا أن نحفظ أمننا بس هون بموز دوجين أنا إضافة أحد الأجهز اللبنانية المتحفزة والفعالة في هذه المرحلة بالأمس ليلا حقق إنجاز بالكشف عن مستوضع دخيرة ضخم في إحدى البلدات الحدودية في البقاء الأوسط وهذا الأمر لم يزل غير معلن حتى الأمن العام الأمن العام أنه منتصف ليل السبت الماضي نفس الجهاز حصل على صيد ثمين جدا لقيادي داعشي يمثل نقطة مركزية في منظومة التحكم والسيطرة لهذا التنظيم ولم يفصح عن هذا الأمر حتى الآن الأمر التالت أنه أكتر من انتحار تم القبض عليهم في مدينة بيروت وغير مدينة بيروت كانوا يستهدفون مجالس العزاء والضاحي الجنوبية وستسمع في الأيام القادمة منهجية الكشف عن هذه الإنجازات من خلال جهاز يعتمد سياسي وطني قائده نزل إلى باب التباني وكان هناك فيه ألوف باستقباله في الأسبوع الماضي وهذا يثبت وهذا طلع على شبعة طبعا أنا عم بقصد اللواء عباس إبراهيم لم تعد زر وهذا يثبت أن لدينا قيادات ومسؤولين في موقع السلطة والمسؤولية يستطيعوا أن يشكلوا عنصر جامع مع أبناء الوطن كما يمثل العماد ميشيل عون عنصر جامع وعنصر طراس حاروا داروا رجعوا لواء إبراهيم وعلى الأمن العام بس أنا ما بس أنت شفت تعرف أنشو صار صاروا ما بدون يخلوا يفل بقى بس هم الطراس وديوا حقوا معه وطلع مرتبط بعمليات إرهبية بتطالع وبالنازل وشمال ويمين وبلبنان وبرات لبنان تطلع لي نعمل مطالع علينا تفضل معلوم أنا كنت بحلقة معكم على حبيبنا وصديقنا الأستاذ جون عزيز وكان معنا الأستاذ خالد الضاير في العالم ترجع لمحضر الحلقة وتسمع موقف سعادة النائب عن هذا الموضوع وإن كنت عارف وعندي يقين أنه سيعاد اعتقاله لأنه ما جرى مخزي بحق الدستور والآنون والعبور إلى الدولة شو ما كانت المبررات الواهية لإلى علاقة بالأعياد أو بالموقع الديني السابق للرجل أمام المخاطر التي كان ممكن أن يحدثها على أمن المواطن اللبناني لكن للأسف ما يمكن أن لا يستوي للأمن العام يستوي لفرع المعلومات نحن رايحين بحسن النية للآخر المهم الإنجاز ويسجل لفرع المعلومات أنه ذهب بعيدا في كشف هذا الأمر لكن لاش فرع المعلومات مش الأمن العام حتى لا تصار عام كشف وحط إيده عليا لا بس هون وراحوا لهون حتى لا تصار الغرائز مش هيك بس أنه كل شيء عمله الأمن العام واللواء إبراهيم هو الصح والصحيح راحت أول شيء أخذ الطابع البغيد والمقيت يلي دايما بيعملوه مثل المسار مع شهاد المولوي ورجع الله عم يعضق صبيعه النديمي وتصدر حكم بالإعدام حق شهاد المولوي هي زيت هلا الشيخ بسام التراس عم بيلوله للواء إبراهيم ما تخذنا حقك علينا بس أنه المعلومات أخف وطأ خف وطأ لا في مذهب للأجهزي في مذهب للأجهزي بنظر البعض مشكورين فرع المعلومات أنه أكدوا ما بس تحقيقات الأمن العام إن شاء الله المعطيات العلمية تساعد الخبر الأجاني بأنه يفكوا اللغز تبع الماموري كارد تاعته لأنه قال كل قدراتنا وإمكاناتنا والبرامج اللي منملكها مش عم تسمع حتى الآن بانتزاع سر الشفرة الذي يملكه الرجل ولا الوسائل العلمية عم تحسن فك الموضوع وبقي أن ننتظر بتضحيات شعبنا ونجلس خاشعين حتى يفرج عن السر الدفين في هذه الشريحة الموجودة سيفرج شاء الله بإذن الله أنا بدي أشكرك دكتور وسيم بزي أهلا وسهلا فيك شكرا كمان بقلك بنرجع من ذكي اليوم ذكرى مجيدي وكريمي وشهداء المنتصرين الشهداء المنتصرين الذين أوصلوا لبنان إلى هذا اليوم وشاء الله إلى ما بعد هذا اليوم بيكون يوم مكلل بالغار والانتصار للشهداء للشهداء الذين سقطوا وللذين سقطوا من أجلهم الشهداء ليكملوا المسيرة والذين يسقطون الآن والذين يسقطون الآن على الحدود وفي القلمون وفي سوريا وفي لبنان وعلى الحدود مع إسرائيل ما نتركه بدون ما تمره ونقول لك عظم الله أجوركم يا خيوة عظم الله أجوركم شكرا لألك شكرا لألكم مشاهدينا الكرام إلى اللقاء شكرا لألكم